أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي أكد قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت أن فيروس كورونا كشف عن عدم المساواة بين الناس وعن الظلم الاجتماعي السائد وعدم تكافؤ الفرص وقال قداسته إننا الآن مدعوون لأن نتحرك لعلاج الأوبئة التي تسببها المظالم الاجتماعية الكبيرة لتحقيق عالم أكثر تعافل وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لكداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة الكديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح كداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في خيار تفضيل الفقراء وفضيلة المحبة وذلك في إطار تعليمي في موضوع شفاء العالم قال كداسته كشف فيروس الكورونا عن عدم المساواة وعن التفرقة بين الناس بل زاد عليها لذلك من الضروري ليس فقط إيجاد علاج لهذا الفيروس بل أيضا لفيروس أكبر هو الظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرس والتهميش والنقص في حماية الأكثر ضعفا وفي كلتا الحالتين خيار الإنجيل وخيار المسيحي هو تفضيل الفقراء وأضاف كداسته تجرد السيد المسيح من ذاته وجعل نفسه على مثال البشر ووقف بين المرضى والفقراء والمستبعدين وأظهر لهم محبة الله الرحيم لذلك كل مسيحي يسير على مثاله ويهتم بالفقراء ويدعى إلى أن يكون أداة بين يدي الله لتحريرهم وتقدمهم وقال كداسته إن خيار تفضيل الفقراء يعني أن نسير معهم وأن نغير البنى الاجتماعية المريضة التي تمنعهم من أن يحلموا في المستقبل وأن نخطط لاقتصاد يكون فيه الأكثر فقرا في المركز ومن ثم ينصرف اهتمامنا إلى من هم في أمس الحاجة إليه والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية ومن ثم ينصرف هذا المريضة ومن ثم ينصرف في المستقبل ومن ثم ينصرف في المستقبل باللغة العربية نحن مدعونا إلى أن نتحرك الآن لعلاج الأوبئة التي تسببها الفيروسات الصغيرة غير المرئية ولعلاج تلك التي تسببها المظالم الاجتماعية الكبيرة والمرئية أقترح أن يتم ذلك انطلاقا من محبة الله فنضع في المركز من هم في الأطراف والآخرين في المكان الأول انطلاقا من هذه المحبة الراسخة في الرجاء والمؤسسة على الإيمان سيكون من الممكن تحقيق عالم معافا أكثر ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر